ما زال الإرهاب يشكل أكبر تهديداً في منطقة الساحلة الحدود بين مالي وبوركينفاسو ونيجر تعيش على وقع هذا الخطر المشترك الذي يرغم آلاف المدنيين على الفرار من بلداتهم مع تواتر الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة بشكل دوري على امتداد شريط الساحلة وضع دع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى دق ناقوس الخطر مرة أخرى اذ تحدثت في تقرير لها عن واحدة من أسرع أزمات الإبعاد تصاعداً على مستوى العالم مشيرة إلى أن ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص من بينهم ثمانمائة وواحد وثلاثون الف لاجئ أبعد عن المنطقة الأمر الذي دفع المفوضية إلى الدعوة لتقديم مساعدات وتبرعات لحماية المواطنين الذين أجبروا على ترك ديارهم وبلداتهم هرباً من خطر الهجمات الإرهابية وقالت إن ضرورة تقتضي جمع مائة وستة وثمانين مليون دولار على الأقل لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين الفارين من بؤر التوتر بالمنطقة وبناء على أرقام سابقة صادرة عن المفوضية السامية للاجئين فقد أجبرت أعمال العنف أزيد من مليون وسبعمائة ألف شخص على النزوح بينما سجل فرار ثلاثة آلاف شخص بوترة يومية خلال السنة الجارية وسجلت هذه المعطيات رغم تدخل الجيوش المحلية والقوى الإقليمية والدولية لتصدر الهجمات المتكررة التي تؤكد انتشار الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة الممتدة على أكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع وعززت قوات برخان الفرنسية منذ مطلع العام الجاري من تواجدها العسكري بالمنطقة يرتفع تعدادها إلى خمسة ألاف ومئة عنصر كما تعقد الآمال الدولية على بعثة حفظ السلام الأممية في مالي وقوة دول الساحل الخمسة المشتركة المدعومة فرنسيان رغم تعثر جهودها في التصدي للإرهاب بالمنطقة بسبب ضعف التمويل وقلة العتاد والانتشار العسكريين